تعرضت ناقلة النفط دلتبلو التي ترفع على ماليبيريا تعرضت لهجوم على بعد 45 ميلا بحريا جنوب ميناء المخ اليمني ووفقا لما أفدت به هيئة عملية التجارة البحرية لبريطانية فإن زورقين على متنهما ثمانية أشخاص هاجمان سفينة دلتبلو وأطلقها قذيفة صاروخية انفجرت بالقرب من السفينة كما أضافت هيئة العمليات البريطانية أن سفينة دلتبلو وتقيمها بخير وتبحر حاليا نحو ميناء الرسل مقرر لها